ربما السؤال الكبير في هذه اللحظات لماذا وقعت حادثة معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن؟ لماذا؟ بسبب وجود الاحتلال بسبب وجود المجازر التي ترتكب بحق ابناء الشعب الفلسطيني بسبب الإجراءات الإسرائيلية القهرية التي تمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وبالمناسبة قبل العملية بنصف ساعة كنت أقرأ خبر على الصحفة العبرية تقول أن ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي يحذرون الحكومة الإسرائيلية من أن الإجراءات التي تمارس في الضفة الغربية من استيلاء على أراضي ومن خلق للفلسطينيين في الضفة الغربية سيؤدي إلى انفجار الوضع ولكن هذه العملية جاءت من الطرف الآخر من الطرف الأردني بمعنى سائق شاحنة من الشاحنات التي تدخل إلى الضفة الغربية محملة بالبضايا عبر جسر الكرامة الذي يربط بين فلسطين وبين الأردن هو الذي أطلق النار وبالتالي بغض النظر إذا كان الحادث جاء من طرف سائق جاء من الأردن أو من شاب من نابلوس أو من جنين هو عمليا هذا أمر متوقع جدا في ظل الأوضاع المتفجرة في الساحة الفلسطينية نتيجة العدوان المستمر على غزة بعد قليل سيكمل السنة من هذا العدوان إضافة إلى ما يحدث في الضفة الغربية من إجراءات طامية سيد الوزير لماذا ازدادت المطالب الآن بفرض السيادة الإسرائيلية على معبر الكرامة الذي قال تهيئة البث الإسرائيلية قبل قليل أن رئيس مجلس وادي الأردن يطالب به بالفعل يعني أولا هناك فرق بين معبر الكرامة وبين غور الأردن معبر الكرامة هو من المفترض أن يدار بأيدي فلسطينية بحضور إسرائيلية على عتب وجود إسرائيل وفقا لاتفاقيات المعابر الناتجة عن اتفاقيات أسلو ولكن بعد الانتفاضة الثانية وانهيار العمليات السياسية عملياً الإسرائيليين أخرجوا كل الموظفين الفلسطينيين العاملين في المعبر وبقي هذا المعبر تحت المسؤولية الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني من الجانب الأردني طبعاً موجود الإخوة الأردنيون ما يطالب به رئيس مجلس المستوطنات هو فرض السيادة على منطقة الأغوار منطقة الأغوار عملياً تمثل 20% من مساحة الضفة الغربية على طول الحدود بين الأردن وفلسطين إسرائيل في كل المفاوضات السابقة بالمناسبة حتى في مفاوضات أوسلو وقبلها دائماً كانت تؤكد أن هذه المنطقة الشريط الحدودي هذا الأغوار لن يتم التنازل عنه لأي جهة أخرى كانت هناك مراحل أنهم قبلوا أن يكون منزوعاً للسلاح أن يكون تحت السيادة الإسرائيلية لمدة 20 عام على سبيل المثال أنا أتحدث في حال إقامة دولة فلسطينية عندما كان هناك الأمر قريب ولكن كل مرة تحدث فيها عملية عسكرية يخرج مستوطن أو مسؤول من المستوطنين أو مسؤول من الحكومة يريد أن يستثمر هذا الحدث ويترجم إلى استيطان جديد وإعلان جديد هذا بالضبط دكتور سفيان يقودنا إلى السؤال الكبير كيف سيستغل بن يمين نتنياهو هذا الحدث؟ أولاً هذا حدث محرج له لأن هذا ضد نظرية نتنياهو بأن القمع ومزيد من القمع ومزيد من القمع يمكن إخضاء الفلسطينيين ويجعلهم على التراجع أو السكوت عن مطالبهم ليس لديه الكثير سوى أن يتخذ قرارات استجابة لسموتريتش واستجابة لبن كفير بمزيداً من القمع للفلسطينيين ومزيدهم من حصار على سبيل المثال السائق جاء من الأردن لم يدخل الطرف الفلسطينيين والعملية كانت في الجانب الأردني ما هو المنطق أن يفرض حصارنا على أريحة؟ ما علاقة أريحة؟ ما علاقة أريحة بهذا الحدث؟ ما علاقة أن تغلق نفهم أن إغلاق الجسر يكون لساعة ساعتين إلى أن يتم تحقيق فيه الأمر ولكن في اعتقادي الجسر سيبقى ربما مغلقاً لبضعة أيام إلى أن يتم إجراء كل التغييرات الإجراءات الأمنية الجديدة التي سيستخلصون من العبر نتيجة هذه العملية ولكن في النهاية سيفتحون الجسر لأن هذا المنفذ الوحيد الذي يصل بين الضفة الغربية وبين الأردن ولكن سيد الوزير بخصوص رئيس مجلس وادي الأردن الذي يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن كانت هناك تصريحات سابقة لبن يمين نتنياهو أشار فيها بشكل واضح إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هذه المسألة هل هناك لدى ترامب ما يحاول أن يقدمه لإسرائيل في هذه النقطة؟ يعني هو قدم لهم الجولان قدم لهم الجولان وقدم لهم نقل الصفارة من تل أبيب إلى القدس الذي لم يجروا على اتخاذ هذا القرار أي رئيس أمريكي سابق رغم أن القرار بالقانون الأمريكي منذ أكثر من 30 عام ولكن الذي نفذه هو ترامب هل تسألني إذا كان بالإمكان أن يستجيب ترامب في المستقبل نتيجة الظروف السياسية معينة إلى أيضا الاستجابة للطلب الإسرائيلي وأعطاه مضوء الأخض لضم غور الأردن؟ هذا أمر طبعا محتمل يعني لأن عمليا نتنياهو هم لا يريدون غور الأردن هم يريدون كل الضفة الغربية وليس غور الأردن ولكن غور الأردن لماذا؟ لأنه هو المنطقة الحدودية التي تفصل بين فلسطين وبين الأردن وثانيا هي منطقة غير كثيفة بالسكان ليس هناك كثير من السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة بالعكس أقاموا الكثير من المستوطنات وبالتالي يعتبرون أن هذا الأمر من الناحية الأمنية من الناحية الاستراتيجية هو بالنسبة لهم أمر مهم يعني لا يقل بالنسبة لهم أهمية عن الجولان وبالتالي لا أستبعد في أي فرصة في أي فرصة متاحة بالذات أمريكيا لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا على هذه الخطوة دون موافقة أمريكية كما حدث في موضوع الجولان وكما حدث في موضوع النقل السفارة إلى القدس طيب سيد الوزير الأمن العام الأردني أشار إلى إغلاق جسر الملك حسين ولكن بعد إغلاقه من الناحية الأخرى الناحية الفلسطينية بالطبع على يد الاحتلال الإسرائيلي ولكن السؤال المهم الآن كيف سيتأثر الفلسطينيون بعملية الإغلاق هذه؟ إذا ما تم إغلاق الجسر معبر الكرامة المعبر الوحيد عمليا الضفة الغربية ستتحول إلى غزة يعني ليس هناك أي مخرج آخر للضفة الغربية سوى هذا المعبر تماما مثل غزة التي ليس لها أي منفذ سوى معبر رفع وبالتالي إغلاق هذا المعبر لكن أنا أستبعد أنا أستبعد أن يبقى المعبر لأن هذه صيغة لانفجار الوضع في الضفة الغربية لأن المعبر هو المنفس الوحيد معبر الكرامة هو المنفس الوحيد الذي يتنفس منه الناس وبالتالي ربما يغلق ربما يغلق يوم يومين اسبوع لكن لا يعني أستبعد أن يتم إغلاقه أكثر من اسبوع نعم سيد الوزير لماذا تستبعد ما الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يفرض حصارا شاملا ويمنع دخول المساعدات الإنسانية وهي نفس الفكرة هناك من طالب بأن يتكرر نموذج غزة في الضفة الغربية لأن هناك فرق كبير بين غزة وبين الضفة الارتباط بين الضفة وبين الأردن هو ارتباط كبير جدا ارتباط عائلي ارتباط تجاري ارتباط إنساني الحركة الضفة الغربية حجم من حيث المساحة هي أضعاف أضعاف قطاع غزة ومن حيث العدد السكان هي ضعف عدد السكان في قطاع غزة الأمر يختلف هذا أمر لم يحدث على مدار الخمسين عام من الاحتلال واعتقد أنه أيضا لم يحدث في المستقبل أقصى شيء ممكن أن يتم إغلاقه لمدة اسبوع خلال هذا الأسبوع يتم فحص كل الإجراءات الأمنية اتخاذ إجراءات أمنية جديدة أعتقد الأمر سيتعلق في موضوع الشاحنات أكثر شيء دخول الشاحنات وتفتيشها سواء كان من الجانب الأردني أو من الجانب الإسرائيلي وفي نفس الوقت في نفس الوقت ستكون هناك إجراءات تتعلق بالاحتكاك ما بين العاملين الإسرائيليين في المعبر وما بين السائقين أو الفلسطينيين أو الأردنيين الذين يدخلون ويخرجون من هناك طيب سيد الوزير هناك تصريحات جديدة منذ دقائق لبن يمين نتنياهو تقريبا عقب هذا الحادث هو يقول إنه ليس هناك نصر بلا سيف ما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها بن يمين نتنياهو هنا وإلى من يوجه هذه الرسالة هو نتنياهو يريد أن يختبئ خلف فشله والاختباء خلف الفشل يجر فشلا آخر نتنياهو في الجلسة الكابينيت يوم الخميس عندما سأله أحد قيادات الأجهزة الأمنية ما الذي يجب أن نفعله لكي نستعيد أسرانا فقال لهم الضغط مزيدا من الضغط سيجبر حماس على التراجع وعلى تغيير موقفه حول ما يتعلق بالأسران هكذا يتصرف نتنياهو وهكذا يفكر هو ليس لديه أي حلول سحرية للأزمات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل طيب وفي الخبر العاجل سيد الوزير الذي نتابعه الآن على شاشة الغد بن يمين نتنياهو يقول نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر هل يمهد بن يمين نتنياهو لرد إسرائيلي معين على هذه العملية أو ما إلى ذلك ليس لديه ليس لديه يعني هو لا يستطيع أن يفعل شيئا ضد الأرطن بالمناسب يعني هو لا يستطيع لأنه يعرف أن هذا الأمر ممكن يحدث كما يستطيع فلسطيني أن يخرج من نابلس ويحمل عبوة ناسفة أو يحمل سلاحا ويطلق النار في مستوطنة أو في داخل إسرائيل رغم كل الإجراءات الأمنية أيضا يستطيع أحد المواطنيين القادمين أو السائقين أن يعبر من الأمن الأردني وأن ينفذ عملية وبالتالي هو لا يستطيع أن يلوم الأردن أو يحمل المسؤولية للأردن أو يتخذ إجراءات ضد الأردن ولكن هو يستطيع أن يتخذ إجراءات ضد الأردن ترجمة نانسي قنقر